ماش تقبلتو ديسيزيون بتع تحكيم القائمة الدولية؟ لا 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 والله اسمعني اسلام باش نكون واضح بالنسبة لي انا يعني قطلب راهو قرار متاع تنحيتي من القائمة الدولية راهو القائمة الدولية مهيش فونت كوميرس مهيش حكر علي اينا باش تقعد معناتها مدى الحياة راهو يلزم تخلط القطع التحكيم نهار يلزم نهار باش تغلب القطع التحكيم باش تبيع اي واحد يات مخفوش كوميروس والدليل كتب التدوينة ايه مايقبلش الظلم والافتراء على روحهم مايقبلوش في غير ايه ماو اسلام في لحظة دخوش كنت؟ لا مش في لحظة دخوش ايجا فاهمك ماو اسلام كي معانتها الهيكل الرياضي على الهيكل الرياضي ولداء معانتها والجامعة مايعطيكش فرصة باش تنجم التوري لي كونك انتي الكلام الي وصلوا ماهوش صحيح فهمت؟ تولي انتي تعمل روكول توخر البتوالي تقبل قانون اللعبة وتنسحب معانتها بكل 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 بساطة والا بروفوني الي كوني انا انسحبت ومعملتش منها معانتها اشكال ومشكي مع بعض حكام معانتها يعتبروا كونه مسألة حياة او موت انا معانتها انسحبت خديت قراري صحيح معادش حكام دولي خديت قراري ات معانتها باش نننغادر قطاع التحكيم وكاو ومعانتها اجبت روحي وانتوتسو بلاس معانتها بكل هدوء معانتها ما فهميش عليش باش ننعملوا منها بوليميك وباش ننعملوا منها اشكال وواحد دونكيرج ولاي تظلمت كلمة كبيرة معانتها انا قلت لك اسلام تظلمت كلمة كبيرة معانتها ظلم شنوه معانا ظلم تياب ريتو تطلعتها بذكورة تستحق تخرج معانا من القايمة بالنسبة للسنة ما نستحقش نخرج من القايمة دولي ما نقول لك ما تظلمتش موش هدايا ظلم معانتها ما تسمعش ظلم ظلم في حاجة وحيدة اللي كونه ما خديتش فرصة باش نرجم نوري المسؤول اول على الجامعة التونسية الكورت قدم اللي كونه لكلام اللي يصلوا وراء وغالط فما كلام تحكيه على خروجك من القايمة الدولية حكيها الاعلامي زمينا تحييليها وليد غرفيلا نسمعو تحط الكاسك مسيح تسمعو ماذا قال وليد غرفيلا بخصوص خروجك من القايمة الدولية سليم بالخواس سليم بالخواس صاحبي باش نعطيك معلومة اللي كنتي ليلة اللي استمعت القايمة الدولية جيه اتصال من احد الاطراف الفاعلة في الادارة الوطنية للتحكيم تليفون يقولوا سليم راو مورك واضح راك في المرتبة الرابعة ولا الخامس سنعرفوا السابع هو اللي يخرج فما الأعداد المصويت تتحل والسابع هو اللي يغادر ويدخل في بلاستو الحكم الجديد جيه اتصال يقولوا راك الرابعة ولا الخامس اما برا شوفوا مورك مع الرئيس راو فما كلام على فلوس تعطيت مسايد توفيق المكشف في إطار قرض ربما او في إطار تدخل وليقرد السليم بالخواس بش يكمل على اساس بش يكمل الدار بتاعه بش يكمل يبني ويريق الدار بتاعه ولي هو مش صحيح لانه سليم بالخواس اللي يوم ما زال راهن الدار بتاعه وما زال الكريدي قاعد يمشي يبني في الدار معناها ردو تصب الشتاعة وفي قلم كشر في اللغات هذا الكلام لي تقال في الكواليس وتقال حتى في برشة بلايس للعائلة التحكيمية والناس الكل تحكي فيها صاحبي مسؤول من الدارة الوطنية التحكيم التصل بسليم بالخواس قال وراك انت الرابع ولا الخامس معنا تتعدى لكن سوي وضعيتك والتصل برئيس الجامعة وفاسألوا ما هي اللي صار في الحكاية التوفيق المكاشر لانه الكلام اللي وشاية جاءت رئيس الجامعة بلغة اخرى وبعبارة اخرى من اطراف مساعدية سليم بالخواس يقعد في القائمة الدولية يقولوا انه هو خذاء قرض او توسط له توفيق المكاشر في قرض من بنك بش يكمل الدار متاعه وطبعا ومعلمات نقولها ومتأكد منها ونعرف حتى شكون الطرف اللي اتصل بسليم بالخواس طرف فاعل في العائلة نعرفك جارية سميلي تسمي الأشياء بأسمائي سليم سمعتوا الكلام ذلك؟ سمعتوا الكلام حتى في وقته شوف سليم موقع لسليم منظومة هكذا؟ يقال احنا في كرة القدم وهذا رئيس الجامعة يقوله هذا رئيس الجامعة يقوله يقول انا ما عندي حتى مشكلة حتى حكم يكون عنده علاقات مع اي انسان اما نحسب الحكم في التيراق هذا واضح ولا؟ انا ما عنديش علاقة كم توفيق المكاشر بركة انا صاحبي رئيس جديد رشيد ازمرلي صاحبي يوسف العلمي صاحبي وليد جلاد صاحبي توفيق المكاشر صاحبي كل من المنظومة متاع كرة القدم كنا عنا علاقات مترابطة مبعض هذه نقطة النقطة الثانية يخي توفيق المكاشر بانكة هو بانكة انا رأينا نخدم متصرف رئيس في الشركة التونسية لأسواق الجملة تنضويه تحت لواء وزارة التجارة عندي دوميسيلاسون تنشي من اخو كريدي لازم بشي توفيق المكاشر يستوستلي عندي انا ما يثبت وطنبعد نوريهم لك عندي يسير في التليفون وجبتهم اكس بري انا ماخو كريدي داري مرهونة دوميسيلاسون على شهريتي انا متصرف رئيس عندي استاذية في علوم المحاسبة متخرج من المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المواسسات صحيح اسلام نعمل لك اتيكات اسهل حاجة نجي انا نعمل لك اتيكات وصلوا لك لماذا لايس الجامعة؟ صحيح معنا بك شوف اسلام بش نبدأ واضح انا خرجت من القائمة الدولية مش مش السناء وقت اللي جيتني الى الكنفوكاسيون بش نمشي الكاس افريقيا عقل من 23 سناء وقت اخذاء قرار اللي كوني انا وليت المس معهم في الحم الحي انا منيش بش نزيد ندخل انا بش ندخل شوف اسلام تلمح لش كول ما منلمح لحتى حد انا وليت المس معهم في الحم الحي لذي يزمو اي كرتي تلمح هاي ثم قيرات مثلا ويلده ويشام قيرات انا ملمحش انتي قلت انا ما قلت شي اي فش تقصد انتي انتي قلت احناس انا انا اسلام انا انا اسلام لا لا بش نكون صريح معاك على طول الخط قطلك نهارة اللي جيتني الكنفوكاسيون او كارنفوكاسيون امتاعي باش نمشي الكاس الفريقي اقل من 23 سنة انهارتها وقع خذاء القرار كوني انا نتنحى من القائمة الدولية ما كون هم اللي خذاء انتي قلت انا اللي قلت صحيح وله غالض اش انا فاهمك شو معناها انا نقعد اكثر من عامين عامين منظفرش نجم الرياضي سيحلي عامينة اقولك عمينة مزلت في المطار مروح من كاس إفريقيا نلقى روحي معين اقصم بالله في المطار نلقى روحي معين النجم الساحلي واتحاد بنقردان في بنقردان عمين اليتوال مزفرت ليش ماذا معنى؟ نحكيه على نقعة بالخمسة بالستة جورنيات ماذا تحب نزيد نمشي معك؟ ماذا تقصد به؟ لا ليس ماذا تقصد بيج انا عمل في الجامعة التونسية لكورة القدم من ماتش كادي للماتش سينيور عندي كيف كيف تعيني كادي نمشي تعيني سينيور نمشي اما اسلام عمين انا منظفرش اليتوال ما زلت في المطار انا بقى روحي معين بنقردان واليتوال ماذا معنى؟ تحب تخلاق لي مشكلة مع رئيس الجامعة؟ تحب تخلاق لي مشكلة مع مع انتها مع الرأي العام الرياضي ذلك الماتش ذلك؟ لا بالعكس بالعكس ماتش تعدى على البرفكسيون ماتش تعدى مو انتك يتعمل مفهم ربك سبحانه الفوق هو اللي يسير في الكون متياه هو يسير في الدنيا لذلك ربي يسهلها لك ماذا دخل القطي تحب تعملي مشكلة مع رئيس الجامعة؟ ماذا دخل الماتش في مشكلة مع رئيس الجامعة؟ لا مو نعرفوا نحنا كونو السيد وديع الجريب ونعرفوا المنطقة ونعرفوا اسلام رانا فاهمين كونكي الكلام الي تقال انو رئيس الجامعة ميحبش في بنجردين موجود معناه اذا كان انت ظلمت بنجردين معناه بشتغش عليك رئيس الجامعة؟ هو هذي ما قالوا هو قال هذي بلاده و بلاده و انا و انا نحييه في اللقطة هذي بلاده ميتغشش على حكم فقط ميتغشش على حكم الي يظلمها فراق اخرين من ذابينها هكا مع الانديا الكل شوف اسلام شوف الفراق التونسية الكل تتظلم بما فيهم بنجردين في اخر عام في اخر عام نعملوا بلاده نشوفوا كون الجامعية اللي تظلمت و كون الجامعية اللي استنفعت من التحكيم الكل كيف كيف انا مانيش نحكيلك على الدكتور وديع الجاري وعلاقته بنجردين انا نحكيلك على رئيس لجنة التعينات شنوه؟ علاقته بيا فما شكون فرح كي سنين بالخواس بطل التحكيم؟ والله انا ما عملتش معنتها انفستيغاسيون صغيرة انا بش نعرف شكون فرح وشكون اكيد رو بش تلقى شكون فرحان هدايا مؤكد ديبلوماسي برشا لحد انا معنا لا لا مش ديبلوماسي هدايا واقع نحكيلك في الواقع ستنعرف اللي انت تعرف كل شي نحب واذا بيدت تحكي الاشياء ديركتومون دون كل سانس شو معناه سميد اشياء مسمياتها فما ما فميش اكيد فما شو ما ما انا شا مش بش نفر زينا بش نقول كراوة اسلام فرحلي ولا كيتقول لي خطوا لي ماتشويت اللي تولوا بنجردين وانا في المطار كيتقول لي قاعد ستا مقابلات متعينتش كيت تقعد ستا مقابلات متعينش معنى انت ذريت في اللافريق معنى لا 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 ما عنده حتى علاقة باللافريق ببتونس اللافريق معنى انت عالم باخر ومنذ باخر لا مش الضرر مش الضرر تحسس كونه المسؤول اول على التعينات ما معادش الكراوة معنى بورتورا ومعنى كنا اصحاب برشا معانتها هني قتلك كاس الفريقية يقال من 23 سنة كالولده اه أنا زرغtra ها. اخوي هكذا وصاحبي ومن اعاز أصدقائي افراج��라��운 فراء فرائق كل الرجل say لقد قلتلك من اعاز أصدقائي اهه هذا كان لكن ختي كذلك بعض经كي بالتقيق انتي قدتلك nenhum وamo ya ويجب ان تفل المطربي ومعنتها قال الرجل من أعز أصدقائي راو يمكن ان يقولك أنه من أعز أصدقائي ومن أعز أصدقائي ومعنتها صح بصح 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 هذا المختي تباو يجز ما ويجز ما بوه في الدارة لا بوه في التعقيم أنا قلت لك اسلام وعلاقتي بالسيد هشام قيرات تغيرت 180 درجة جديبيا 180 درجة من نهار جاءتني لكي يتحدث الحكومة بشكل قد افريق هل ستحصل على أن تتقلق في الوقت؟ ليس لم يتقلق لا تتقلق فإن أخرج الكلام المثال كانت القهوة التي قلت له توضع الكاس الفريقية فيها قل من 23 سنة وعندما أنه هو الأولى الثاني في حاجة القهوة وهو التعليق في حاجة هذه أخرى كانت دائماً تجيل كان وضعه او 23 كذلك تخرج الكلام المثال أنه لم يكن لديها سليمة ولم يكن لديها سليمة عيثم وكذا با ما تقبلت هالوضاية حاولت ندبتي روحي حاولت نعاود الرجع عليقتي خطر كانت عليقتي جد متميزة مع مع سيهي شام حاولت الرجع العلاقة متاعي حاولت معناتها نعاود نقرب السيهي شام با نقيته انت مزال واخو في خاطر وعملت وسطات نقيته متغشش عملت وسطات مع خويا وعشيري وصاحبي ومعناتها سامحني ايه باش ننذكر نصل الجوادي فهمت معناتها باش نحاول ونحكيه وتتكلم انا توسط لك عندي شام قيلات قال لي انت سليمة معناتها كمشيت تبدلت ومعادش قال الرجل نتكلمه كنا كل يوم صباحا ما ساعد قلت له انا معناتها صحيح عندك الحق وحاولت جو ما دابت في الكنديسيون جدد وبعد ما رجعت نخدم عادي ورجعت نخدم على روحي وما فهم حد شيء